بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا متابعين الكرام كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأطحى المبارك أعاد الله عليكم باليمن والخير والبركات هقدم لكم النهاردة التقرير اليومي لوزارة الصحة السعودية عن أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وحالات الشفاء وحالات الوفاء اليوم الخميس 30 يوليو 2020 الموافق 9 زلحجة 1441 لكن قبل أن نروح للتفاصيل فضلا وليس أمرا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو تشجيعا لنا الصحة السعودية تعلن عن تسجيل 1629 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد وتسجيل 2629 حالة تعافي جديدة وتسجيل 26 حالة وفاة جديدة رحمهم الله وبذلك يصبح إجمال الحالات المتعافية 231 1198 حالة ولله الحمد الحمد لله المشاعر المقدسة صفر من الحالات الجديدة مفيش حالات في المشاعر المقدسة الحمد لله في مكة وأما عن أعداد الحالات حسب المدن سجلت الهفوف 137 الرياض 114 المزنب 71 الدمام 66 نجران 63 المدينة المنورة 60 المبرس 53 خميس مشيط 52 الطائف 51 الرص 49 مكة 47 بريدة 45 ينبع 43 جدة 34 تبوك 34 أبهة 32 الزهران 31 أبو عريش 28 جزان 28 عنيزة 24 واد الدواسر 24 أما عن باقي المدن السعودية سأتركها لكم على الشاشة وبكده وصل إجمال الحالات في المملكة العربية السعودية حتى اليوم الخميس 30 يوليو 2020 تسعة زلحجة 1441 إجمال الحالات 274 219 حالة أما إجمال حالات التعافي حتى اليوم 231 1198 حالة إجمال الوفيات 2842 حالة 40 1179 حالة نشطة منها 2044 حالة حارجة وبكده وصل الإجمال عالميا 17 053 700 حالة أما إجمال حالات التعافي عالميا 9 767 016 حالة أما إجمال الوفيات عالميا 667 218 حالة أقدمنا لكم تقرير رسمي اليومي لوزارة الصحة السعودية عن طريق متحدث الصحة اليوم الخميس 30 يوليو 2020 الموافق 9 زلحجة 1441 عن أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وحالات الشفاء وحالات الوفاء ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآن أرجمة نانسي قنقر شكرا